موسيقى موجز اليهم الانباء اهلا بكم بحث السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيب جريمالدي مع الرئيس السابق للمجلس الاعلى للدولة عبد الرحمن السوحلي في طرابلس الوضع في ليبيا السوحلي اكد ان لمجل لأحد بعد السابع عشر من فبراير 2011 للاستلاء على الحكم بالقوة تحت اي ذريعة او من اي طرف كان وتظل اقامة الدولة المدنية الديمقراطية هدفنا الذي لن نحيد عنها يجتمع وزراء خارجية مصر تونس والجزائر في تونس للبحث في اخر مستجدات الاوضاع على الساحة الليبية واستعراض سبل دفع جهود استعادة الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب ويذكر ان اللقاء الثلاثي الدوري هو الاول منذ اندلاع الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من ابريل الماضي بدأت فرق الصيانة والاغاثة في مدينة غات شفط مياه السيول من المنازل والشوارع اثر الفيضانات التي ضربت المدينة الاسبوع الماضي واهتسببت الفيضانات والسيول التي اجتاحت غات خلال الايام الماضية في نزوح اكثر من الفي شخص والحقت اضرارا مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة وادت الى انقطاع الاتصالات والكهرباء مثل رئيس الوزراء الجزائرية السابق احمد او يحيا امام المحكمة العليا اليوم في اطال تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع ويعتبر او يحيا احدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد منذ بدء تظاهرات حاشدة قبل اكثر من ثلاثة اشهر للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجون بالفاسدة حث الفلسطينيون مصر والاردن على اعادة النظر في حضور مؤتمر البحرين الذي تقوده الولايات المتحدة الفلسطينيون الذين يقاطعون المؤتمر يتخوفون من مشاركة مصر والاردن في اضعاف المعارضة العربية لخطة السلام الامريكية التي تميل الى صالح اسرائيل وتقضي على امل الفلسطينيين في انشاء دولتهم اعلنت وكالة الانباء السعودية ان الحوثيين هاجموا مطار ابهى جنوبية غرب السعودية مما اسفر عن وقوع 26 اصابة بين المدنيين وكان الحوثيون اعلنوا اطلاق صاروخ على مطار في المنتجع الجبلية السعودي وان المطار اصيب بدقة اخيرا في اول زيارة من نوعها منذ اربعة عقود وصل رئيس الوزراء الياباني تشينزو ابي الى طهران ومن المتوقع ان يلتقي ابي بالرئيس الايراني حسن روحاني والمرشد الاعلى ايط الله علي خامنئي محاولا ان يقوم بوساطة بين ايران والولايات المتحدة مع ارتفاع حدة التوتر بينهما ختام الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة